يأخذ دستور ليس متفقين عليه إذا ما نأخذ 165 ما يطبق لكنه عندما يتصلون بين السفراء الدول أكيد نوعد النقش ويهم من باب يعرفون آراءنا أحنا وين رايحين هذا من حقه يأتي أي سفير يسألك أنتو شنو وين رايحين وين جايين نطرح نفس الكلام على شركاتنا بحيث لا يصيب تناقض هناك لأنه شريكي هو صاحب القرار أنا أطلب القرار من شريكي ما أطلب قرار من خارج هذا واضح أما أنت مثلا يقعدوا يقعدوا إياك أبو تركيا شو تقول لي تقول لي والله أنا كل شيء ما أعرفين ما أدري وما عندي مشروع ما عندي كده وكل شيء هذا شون يصير يأتي يعني أنتو ليش تعتبرون اللقاء ليش تعتبرون اللقاء بأي سفير هو لقاء في العكس هاي علاقة الدولية والله العظيماني بالتقيب وانتقي بطل بلد مثل العراق لك نكون من فتح والله العظيمة وكون واضح للعلم دكتور أنت تريد تقول لي أنا صح فهمي ثقيل وأنت تريد تقنعني أن العلاقة فقط في تداول الآراء وتبادلها يعني ما منطيكم فلوس ما راعين وضعكم أنتم جتماعيا ما قابلين ما تحتاجون ما نحتاج فلوسنا مننا وبينا عدنا رجل يعني التحالف عزم ما منطيت الدولة فلوس عبدا ولا عانا ليش لأنه عدنا زعيم التحالف هو ما شاء الله ينطل الدول ما يحتاج هو يطيب ما يحتاج زعيم التحالف ما يجيب والله ما يدري هو من يجيب ده أقول لك ده أرشت مارات أشياء أشياءت خاصة أشياءت أوهو يعني هذا أصلا الصرف علينا يعتبر فلاسين بالنسبة إليه طبعا الله يزيد خيره وهذا الاتفاق الأصلي ولذلك أحنا مطمئنين الاتفاق لو أنت ممول ولذلك أحنا مطمئنين زين أنه أحنا ضمن الدائرة العراقية لأنه ممولنا عراقي وأمواله مو من الداخل أمواله الله رازق عند شركات لا أنا مقتنع ولا المشاهد مقتنع ولا المصورين لا المشاهد شين استثماراته دكتور خميس الخنجار يقتنع لي أنه من نظرية المؤامرة لا ممؤامرة يا أخي متعلمين على العملاء متعلمين على الحرامية متعلمين على البتاة يقول يا أول مرة يجيكم ضعيم للحرافي سني فلوس حلال فما عاجبكم ليش هذا حلال لازم يجي حرام أبد يعني لازم حرام ليش هذا موضوع مارد ناقشة بس حق هو يقول والله العظيم هو يقول وزعامات أخرى فيك يا ناتو حتى حضرتك ويا يا رمضان قلت لي إيه أخذنا ما نأخذ يا أخي قلت هذا كلام غلط قلت أحنا موقفنا من إسرائيل ضد التطبيع فأي دول سواء تركيا إيران قطر ضد التطبيع فهي قريبة إلينا أنتو سويتوها قصة علي أنا هذا قصد أنه أحنا أي دولة ضد التطبيع تكون قريبة إلينا لأن أحنا في عزم ضد التطبيع نقطر هالسطن